اللعبة مع الكبار خطير جداً ممكن كلمة صغيرة أو زلة لسان تودّي صاحبها وراء الشمس وده اللي حصل مع أسطورة الكوميديا الفنان إسماعيل ياسين وقع كانت حديث الناس والترند وعلى قد طرفتها على قد ما هي كانت خطيرة جداً كان ممكن تنهي مستقبل إسماعيل ياسين وكمان كان ممكن تنهي حياته كلها سنة 1950 كان في حفلة خيرية أقيمت في ملها الأبرج بصالح جمعية مبرت محمد علي ولأن إسماعيل ياسين كان في قمة شهرته وفي الوقت ده طبيعي كان يكون موجود في الحفلة وأول المدعوين لإلقاء مونولوجاته اللي اشتهر بيها الحفلة حضرها الملك فاروق وطبعاً كان معاه كبار رجال الدولة وأعجب الملك بمونولوجات إسماعيل ياسين لدرجة خلت بعض الحضرين يقول إن الملك فقد وقاره من شدة الضحك في الليلة دي الملك طلب من أحد رجاله إنه يدعو إسماعيل إلى القاعة الخاصة بالاستراحة الملكية إسماعيل ياسين وقف قدام الملك وهو في حالة خوف وتوتر وقلق فالملك قال له يلا يا إسماعيل سمعنا نقطة جديدة إسماعيل ياسين وقف قدام الملك في حالة خوف وتوتر وقلق وقال له مرة واحد مجنون زي جلالتك كده طبعاً الدنيا تقلبت والملك وقف وسرخ إنت بتقول إيه؟ ده مجنون؟ طبعاً إسماعيل ياسين وقتها عرف إنه وقع في مصيبة وإن زلت اللسان دي مش هتعدي على خير وفعلاً ما عدتش على خير أبداً إسماعيل ياسين عمل فيها مغمى عليه وبدأ يتمتم بألفاظ غريبة جداً ولما الملك سأل عنه قالوله إنه لسه مغمى عليه فأمر الملك طبيبه الخاص الدكتور رشاد بعلاجه وطبعاً الدكتور عرف إن إسماعيل ياسين بيتظاهر وبيمثل وعمل فيها مغمى عليه من شدة الخوف بس قال للملك لا لا مفيش كلام من ده إسماعيل مريضه بتصيبه حالة من ضعف الزاكرة وفقد الإدراك وعنده اضطراب عصاب وهو في حاجة إنه يقضي فترة تحت الرقابة الطبية عشان نعالج الحالة دي إسماعيل ياسين عرف إن عقاب الملك لي إنه يتم إيضاعه مستشفى المجانين مستشفى الأمراض العقلية لعلاجه إسماعيل ياسين لما عرف الحكاية دي قعد يبكي بدموع حقيقية وهو نايم على الأرض المراد لكن الدموع ما شفعتش لإسماعيل ياسين وفعلاً تم نقله لمستشفى الأمراض العقلية علشان يتعالج على نفقة الملك فاروق تحت عناية خاصة جدا الصحف صدرت في اليوم التالي بتشيد بالعطف الملكي على إسماعيل ياسين وقالت إن الممثل رجعت له تاني نوبات الصرع أثناء الحفلة الخيرية اللي كان الملك بيحضرها واللي أمر بعلاجه على نفقته الخاصة الموضوع طبعاً أصبح ترند في وقتها وحديث الناس وكان مناسبة لطيفة إن كل الناس توجه الشكر للملك فاروق أما إسماعيل ياسين غادر المستشفى بعد عشر تيام وما فتحش الموضوع ده مع حد وكتم سر الحكاية لكنه اتفاجئ بمندوب المستشفى بيطلبه بفاتورة المستشفى فإسماعيل ياسين قال له أنا علاجي كان على نفقة الملك والصحف نشرت الكلام ده لكن اتفاجئ إسماعيل ياسين بمندوب المستشفى الخاصة الملكية رفضت دفع مليم واحد ولازم تدفع حساب المستشفى أو تفضل هنا لحد ما الفلوس تندفع يعني الملك عملها فيه دخله مستشفى المجانين وكمان على حسابه طبعاً إسماعيل ياسين كان هيغمى عليه لما عرف إن فاتورة المستشفى 200 جنيه في الوقت ده وطبعاً في الوقت ده المبلغ ده كان كبير جداً طبعاً الموقف ده يفسر لنا ليه مستشفى المجانين كان بطل في بعض أفلام إسماعيل ياسين يمكن علشان كان بيتريأ فيه بالضحك على موقف بكى فيه فعلاً في الحلقة الجاية تريند جديد من تريندان زالة